بسم الله والصلاة والسلام على موظمنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أحبدي في الله السلام عليكم اليوم إن شاء الله ستتكلم عن إشارات الكنز فعندما نقول إشارات الكنز فكثير من الأشخاص يذهبوا عقلهم إلى بعد محلل الإشارات على اليوتيوب يقولون أنهم يحللون الإشارات ويفعلون كذا فهذه إخواني خزع بلات وترهات لا أصلالها من الصحة فلابد إن كانت هناك إشارة أن تكون لها رموز ودلائل أخرى من غير الجرن فأتكلم عن أصحاب الأجران يقول فإن كل جرن يدل على وجود الدفين وهذا كذب وبهتان فإن كل الجرن ممكن أن يستعمل إنسان قديم إنسان ما قبل التاريخ وممكن أن يستعمله لتحصيل الماء أو يستعمله لدقة أو تحن الأشاب أو تحن الحبوب أو في العصر الحجري يستعمل أجران كثيرة أما فأي شخص رأى جرن يقول أن هذا الجرن فهو مسدود بسن حكمة وفيه وفيه يعني ويدل على الدهاب أو فإخواني هذه الأشياء فالجرن بدون دلائل أو علامات أو رموز بيّنة لا تدل على أي شيء بدون أن تقوموا بتضيع وقتكم باتباع التفاهات والطرهات فلو كانت الأجران تدل على شيء فما أكثرها وهناك غابات فيها أجران بآلاف مؤلفة هل كل هذه الأجران تدل على وجود دهبية طره أن هذه الأشياء لا يصدقوا العقل غير طابعة لمنطق ولا أي شيء فلابد للإخوة أن يقوموا بالبحث بشكل علمي دقيق وليس